أجواء التوتر والتصعيد تخيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سلسلة انتهاكات صهيونية قابلتها سلسلة هجمات نفذها شباب فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وداخل الأراضي المحتلة عام 48 صباح الثلاثاء شهدت مدينة عسقلان القريبة من قطاع غزة قيام قوات الاحتلال بقتل فلسطينيين زاعمة أنه طعن أحد عناصر الشرطة وأصابه بجروح طفيفة وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم جنين بالضفة الغربية والمنطقة الشرقية من مدينة جنين واستشتباكات مسلحة مع الشباب الفلسطينيين حيث أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال العشرات منهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية جرائم الاحتلال لا تقف عند ذلك الحد فقد قتلت قواته قبل يومين مرأة فلسطينية بزعم أنها طعنت شرطيا وسط مدينة الكليل كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل امرأة أخرى برصاص الاحتلال قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت مزاعم حملها سكينا إلا أنه اتضح في النهاية أنها كانت أرمالة وأما لستة أطفال ولم يكن بحوزتها سكين أو أي سلاح آخر بدورها حذرت المقاومة الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الصهيونية لذبح القرابين داخل باحات الأقصى مؤكدة أن هذه الخطوة تعد لعبا بالنار واستفزازا لمشاعر العرب والمسلمين داعية إلى اعتبار يوم الجموعة المقبل جموعة الوفاء لجنين في ظل ما تتعرض له المدينة من عدوان صهيوني وتهديدات وحصار اقتصادي الأوضاع في فلسطين إذن تتجه إلى مزيد من التصعيد ترجمة نانسي قنقر